الله أكبر يا غزة عبرت آلاف النسوة في القرطوم عن سخطهن لما يواجهه أهل غزة من تقتيل وصفنه بالأسوة في تاريخ الإنسانية ليس هذا فحسب فقد تبرعنا بالحلي في حملة أطلقنا عليها جبل الذهب من أجل غزة نحن أول من يخرج إلى غزة وأول من يبادر بالقتال أفتح لنا المعاور حتى نخرج النساء قبل الرجال وصبت المتظاهرات جام غضبهن على النظام العربي الرسمي والدول الإسلامية والحكام المسلمين بقول لهم أقعدوا في غزوركم ألبسوا خماراتنا ألبسوا خماراتنا ألبسوا خماراتنا وأحطونا أسلحتكم أحطونا أسلحتكم نحن أولى بهذه الأسلحة فعنتم جبناء تجلسون على كراسي من عزام أطفال غزة المتظاهرات طوقنا السفارة المصرية وطالبنا بفتح المعابر وتقديم المساعدات لأهل غزة قبل أن يتوجهن إلى السفارة الأمريكية أيضا التي اتصمنا أمامها مطالبين بقطع العلاقات مع واشنطن كان غفل المعابر طواطعا لهذه الضربة للغاية العرب ولا نرجو فيهم خير ولا دهرين منهم الحاية يقدموا عليهم بل يحلوا عن صدورنا لكن الكراهية لإسرائيل تزداد لدى أطفال المدارس عبروا عن سخطهم لما يشاهدونه من مأساة أطفال غزة وقد استقطعوا من مصروفاتهم المدرسية دعما لأطفال غزة لتوفير الدواء والحليل صرخة المتظاهرين تنادب الوقوف مع غزة فهل ممجيب لوقف عدوان اندخل مرحلة كسر العزم ضد الأبرياء من النساء والأطفال أطهر المرضي الجزيرة الخرطوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر